بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم مالك وكتابة ريتشارد ماذا لو شاهدت ما يحدث للأهلي الآن؟ إبراهيم أهلا بك يا ريتش مهندس أهلا بك يا عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم والحلقة 817 في لقاء الاثنين من مالك وكتابة يستدعي فيها المهندس عدلي ريتشارد خير يذكرني ما يحدث الآن على الساحة هنا قبل أن نناقش ما حدث هناك في السودان الساحة الكروية بجملة ريتشارد الشهيرة في فيلم الناصر صلاح الدين كلهم خانوك يا كلهم خانوك يا ريتشارد وبدأت من هنا في مصر وليس قبل ماتش الهلال يا أستاذ إبراهيم فقط ما أن يلعب النادي الأهلي في تونس حتى تسبقه حملة من التزوير والإشاعات والإعلام المسموم الذي لا يلقى رضعا ولا يلقى تحقيقا ولا يقول لك أحد ماذا حدث لهم بعد أن ثبت تواطئهم بخطبات مزورة بخطبات مزورة تروح المغرب يسبقك هؤلاء بنفس التوجه المسموم المشؤوم الآن الأهلي يلعب كأس العالم الجديد بقى من تظنهم عقلاء الإعلام مرة صديف الرجاء الذي يشكو من الظلم لعدم تمثيله في كأس العالم ولا يعقب أحد تروح الهلال تلعب في سودان من تظنهم عقلاء يستضيفوا مكالمات كلها تحريض كلها تليع الأهلي اللي ما ليش دعوة لا بالقرار دا ولا بالقرار دا المشاركة في كأس العالم هي لائحة طبخة عن نادي الأهلي استفادة من النادي الأهلي لتصحيح وضع خاطئ أراد القدر أن يصحح تيجي رائح السودان مداخلة مع رئيس السودان والمتحدث الرسمي للنادي عشان يقولك الأهلي والطفل المدلل عملية تسخين وترويج يعطل قفة طبعا اللي ما بيفودش عشان يدوس عليها ويبتدوا غزلوا بعض بعض الماتش أنا باهدي لك الفوز والتاني بقى يقولك إيه هو الأهلي ليه ما بيلعبش الهلال ليه ما بيلعبش بجمهور قدام الأهلي اسأل نفسك إنته ليه لعبت الخرطوب في ليبيا المريخ المريخ ليه لعبت المريخ في ليبيا تقريبا قدام جماهير مصرية لكن محدش هو الأهلي اتباع هنا في مصر من الإعلام المصري من المواقف الغريبة اللي للأسف الشديد يعني كان الواحد مش فاهم برضو كنت أتوقع أن يقف الجميع في خلف الأهلي وأولهم مثلا لاتحاد الكرة اتصال بين الاتحادين يلطف الأجواء على قد ما يقدر ولأنه كانش هيقدر يعمل حاجة لأن الموضوع مرتب له كما يبدو أن يحدث هذا للنادي الأهلي وهنا كان الكثير من التفاصيل ولكني فعلا تذكرت قولة ريتشارد كلهم خانوكوا يا ريتشارد